السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حال فيديو جديد وسيدة طبعا كل حاجة عندها كده يعتبر سحر وخيال المنظمات بتاعتها والافكار الحلوة والروتين والنشاط اللي هتشوفوه معينا النهاردة حاجة كده مميزة جدا قمة الابداع اللي موجودة عندها فابسط الامور لأكبرها ومش هي بس لسه معانا كمان سيدة تانية ممكن يكون حالها ابسط منها بكتير لكن كل فكرة بنشوفها عند السيدات اللي زي دي بتبهرنا كلنا وبتحاسسك كده ان انت متقلقة ومفيش بجد منك اتنين تعالوا مع بعض نبدأ فيديو النهاردة بالصلاة عن النبي ولائقاتكم الحلوة ونبدأ نشوف طبعا كل التجديد والتغيير اللي هي بتقوم بيه وشكل البيت بشوية المنظمات والافكار الحلوة والديكورات الجميلة والنزيزة وكمان حتى الاضاءة والحاجات اللي ممكن تطور بيها والجدل المهم طبعا شكل الصفرة بتاعتك او في اعيال او في اي مناسبات وتغياري وتعميدي كور حلو ومميز دي كلها طبعا تفاصيل حلوة بنشوفها وطبعا بقى الفترة اللي فادت كان فيه اعياء بقى زي الشام النسيم وغيره ممكن من الاحتفالات البسيطة للناس كلها كانت ممكن تجدد وتغير فيها وتعمل بعض التجديدات تعالوا نشوف هنا كمان دلوقتي برضو عندها في البيت وهي بتحاول تخلي كل حاجة ممكن تكون ماشية مدرنة اكتر شكل البيت وتصميمه والالوان الحلوة وكمان الديكورات المميزة وهدوء الاعصاب اللي ممكن تشوفه في كل حاجة والالوان الموحدة بعيدا طبعا بقى عن الالوان الكتيرة اللي ممكن تكون داخلة في بعضها قديه هنا البيت شكله اهدى واجمل بكتير عماتا طبعا كده صدقيني كل واحدة فينا دايما بتطور على الحاجة اللي ممكن يكون فيها راحة البال والالوان المتناصقة واللي ماشية مع بعضها وتعالى نشوف كمان طبعا بقى كده من ضمن الحاجات اللي بتعرفها لنا لو هي مسافرة واخد معاها بعض الاكسسورات وخايفة طبعا الحاجات دي تقع منها تضيع منها فبتقولك ممكن تعملي الفكرة دي ممكن بقى فكوتة صغيرة ومفرش صغير انتي كمان اخدها معايك وتبدي كده بقى تلف في كل التفاصيل او الاغراض المهمة والاساسية بالنسبالك وتحاطيها معاك في الشنطة كده بمنتهى السهولة ومجرد اكيد بقى ما بتروح الماسية في او اي مكان انتي كنتي رايحة بتطلعيها معاك كده بمنتهى البساطة تعال نشوف طبعا بقى هنا كده شوية الافكار وكمان يعتبر الحاجات الحلوة اللي هتعرفها لنا خلال فيديو النهاردة وكل التفاصيل المهمة والاساسية اللي ما تقدرش لاستغنى عنها ابدا وبتورينا كمان شكل المبخ وشوية التصميمات اللي كانت بتعملهم خطوة بخطوة لحد ما وصلت للهدف اللي هي عايزة طبعا دي كلها طبعا بتبقى مجرد دي كوراة بنشوفها مع بعض اكيد كلنا بنحلم بيها ننظم ونخلي شكل البيت اروأ وممكن يكون ابسط بكتير فينا طبعا اكيد اللي هيقدر يحقق كل ده وفينا اكيد اللي زي وزي بالظبط بيحلم اكيد حتى لو بجزء بسيط منها لكن ده ما يمنعش ان احنا طول ما احنا عايشين في الدنيا بنحلم وفي حاجات كتير اكيد بنحاولها وحاجات تانية ممكن نكون لسه بنحلم بيها ويلا بينا كمان دلوقتي كده ان ندخل على فكرة جديدة وحاجة ممكن يكون شكلها حلو والتصميم كمان مختلف هو هنا بقى طبعا قررت تعمل ديكور يفصل مثلا بالليفنج عندها وقوض النوم او المطبخ والحمام بدأت تحط عليه كده بعد ديكوريشن الحلو جدا اللي يغير لك الشكل الجمالي ويخلي قد ايه كمان الموضوع حلو ووسط ده كله طبعا مش هننسى ابدا ان هي ستة بيتشاطرة وبتحاول طبعا تعمل بقى كده حاكلات سريعة فطور سريعة عاشة سريعة المهم الحاجات السريعة دي كمان بتنكس جدا بالنسبة لها والاكيد اللي بيساعدها في كده بقى بعد طبعا الادوات الحديثة اللي موجودة عندها والمهم في ده كله ان هي طبعا بتورينا برضو يومها اللي ممكن يبدو ان هو بسيط وخفيف ووسط كمان يعتبر كده البيت اللي مش فيه زحمة ولا فيه كركبة ولا فيه حاجات ملهاش ايه لازمة ابدا معظم كمان الحياة الاجنبية البسيطة اللي احنا عارفينها دي هي اللي تبقى بالنسبة لنا كلها هوس بمعنى ايه بقى هم دايما الاجانب كده عندهم فكرة ان هم يقتنوا الحاجات المهمة والاساسية في البيت يعني اي حاجة ملهاش لازمة هيتخلصوا منها اي حاجة ملهاش لازمة عندهم في البيت بيرموها على طول او يتبرع بيها لأي حد انما فكرة بقى ان انت تجيبي وتحطي الحاجة فوق بعضها عندك في البيت ويتخلي شكلك بتزحمة ومش لطيف كل ده اكيد بيأثر عندك على بيتك بالسلب غير طبع ما تبقى انت منظمة وشكل البيت قروى وكل حاجة في مكانها الطبيعي وفضع الطبيعي هي دي الراحة النفسية اللي يمكن كل واحدة فينا بتحلم بيها وتستناها وزي ما قلتلكم وقعتكم في الفيديو في البداية لسه معانا سيدة تانية كمان هتبهركوا جدا لكن طبعا حبيت كده ابدأ معاكم الفيديو ده بالسيدة المنظمة والمرتبة جدا اللي يمكن انتو كمان عرفتوها خلاص وحبتوها قوي وقصد ده كله كمان مش هننكر ان روتينها مشجع ومحافظ اي نعم ممكن نتفق معاها في حاجات كتيرة واي نعم ممكن يكون ليهم كمان وجهة نظر مختلفة عن مجتمعاتنا العربية لكن دايما اللي بنركز فيه هلوة هنا طبعا بقى فكرة الروتين النظام الترتيب الحاجات اللي ممكن تكون مميزة بالنسبة لنا الحاجات اللي احنا بنتعلم منها لكن اكيد فيه عادات وتقاريد مختلفة كمان عن ثقافاتنا العربية تعالوا كمان دلوقتي هنا مع بعض كده ندخل معاها الجولة سريعة ونبدأ نشوف خطوة التنظيف والتنظيم للبيت وترتيبه وكل حاجة بنضافتها والشياكة بتاعتها وكل حاجة في مكانها الطبيعي قد ايه وشكلها مميز ومختلف جداً سدقوني تفاصيل البسيطة دي مجرد ما بنشوفها بتنقلنا لعالم تاني عالم طبعا بقى كده من استعادة والرقية والبساطة اللي ممكن كلنا بندور عليها لن نجد بقى لشكل أوفر ولا السجاد اللي ممكن يكون أوفر جداً بل بالعكس كل حاجة بسيطة هي دي السعادة اللي كلنا اكيد نستنينها اشتركوا في القناة تعالوا هنا كمان دلوقتي مع بعضك كده نشوف برضو نفس المنظم ده اللي ممكن تجيبه وتحطه عندها في حجرة قرقنا تحطه عندها في الليفنج تحطه عندها في اي مكان في البيت ممكن كمان تحطيه في المطبخ وتحط عليه بعض الاغراض المهمة بالنسبالك المهم الفكرة التجديد والديكورات دي انت بتقدر تتحكم فيها بتغيري في الشكل العام تخالي شكل بيت بتاعك أروى منظم أكتر دي كلها أفكار مختلفة والتنظيم والترتيب كمان هيرجعلك في التفاصيل اللي زي دي فكرة كمان دلوقتي هنا كده تانية وشكل البيت تعال نشوف مثلا دلوقتي طبعا كلنا ممكن نكون معرضين ان استجادة مكان كرسي او كنبة او فوتي عندك تتجرح بالشكل زي ده بتقولك طبعا دي الفكرة شوفناها مع بعض بالمكوة وفوطة او قماشة موجودة عندك وتقدر يتعمل الفكرة دي حتى كمان فكرة الطيلة عشان تبدأي تخليه زي ما بيقوله كده يتنفذ شوية تقولك فكرة الطولة ستريتش دي جبارة جدا تعال نشوف كمان بقى كده انسداد الأحواض اللي ممكن كلها بنشتك منها شوية من الكربوناتو وكمان الميا المغلية وأكيد طبعا يعني مش مغلية بصورة جمدة جدا عشان فيه ناس دايما بتقول ان الخطوة دي غلط لكن على قاله طبعا فيه ناس بتبقى شايفة من الميا السخن دي تبقى معيار بصورة شوية وبالفعل كده وريتنا هنا كم فكرة بتقدر كمان تعطر بيهم البيت وتبدأ كمان تغير فيهم كل الديكورات اللي هي عايزها ورق الحائط بقى انتي ممكن تجيبيه والزاوديه عندك في المكان تحطيفي الأدراج من جوة تغيري شكل الأدراج بتاعتك دي كلها طبعا تفاصيل مبهجة وحلوة جدا تعالوا كمان دلوقتي هنا ندخل مع سيدة تانية والسيدة دي بسيطة ومتوضعة يمكن كمان هنا شكل البيت عندها يشبه لبيوتنا كلنا خررت طبعا تنظف معانا الحمام بكل تفاصيله وهنا ما شاء الله كده عندها كمان كمان المشتريات ويمكن المنظفات والحاجات دي كلها بصورة كبيرة وبدأت بالفعل كده واحدة واحدة تنزل كل الأرفف دي وتمسح وتعقم كويس جدا قبل أكيد ما ترجع كل حاجة لمكانها الطبيعي بعدا طبعا بقى كده عن جو الفوضى والكركبة النظام والترتيب اللي هي هتقوم بيه هو ده كمان كده الحاجات اللي يمكن كلها بنستناها ممكن يكون عندها برا مساحة البيت مش كافية إن هي تحط كوي منظفات بتاعتها فاستغلت هنا مساحة الحمام وعميت كمراف ودرفها كده كبيرة وبدأت بالفعل ترص فيها كل الحاجات اللي بتحتاجها شامبوهات كرمات منظفات وغير وغيره من الحاجات المهمة من وجهة نظرها وزي ما انتو شايفين بالفعل كده ما شاء الله شايل معاها كمية كبيرة يعني بتقول ورينا هنا كده الشكل العام كله بكل الأرفف بالإضاءة كمان اللي عملاها بشكل الحمام طبعا للبهدل ما شاء الله من تحت وهي دلوقتي هتبدأ في تنظيف كل الخطوات اللي زي دي بتقولك طبعا بقى كل اللي يعتبر الأتربة والحاجات اللي كانت موجودة فوقها على الأرفف نزلت معانا على الأرضية بس يعني خلاص هيبقى دلوقتي الوضع في التنظيف أسهل شوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بالفعل كده مجرب منظفة كل ده وفرشت بقى كده السجاد الصغير البسيط ده والحاجة المنظمة شكل الحمام فعلا معانا تغير مع النظافة والنظام والترتيب كل اللي انت بتدوري عليه أو بتحلمي بيه هتلاقيه تعالوا كمان دلوقتي هنا كان نشوف بقى تنظيمها لغرفة النوم بتاعت أولادها وماشاء الله كده حطة في الأودة هنا تلت سرير وعلى الرجم كمان الأودة مش كبيرة لكن بتقول بتحاول بقدر الإمكان تنظم كل حاجة ومبقاش في عندها الكركبة ولا الزبالة اللي ممكن تأثر على البيت بالسلب أتمنى من كل قلبي لو عجبكم فيديو النهاردة هستنى أكيد لايكاتكم الحلوة وحماسكم واشتراككم معي عشان نبهركم بكل جديد وشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة